بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه بعدما انتهى من مهمته في دومة الجندل جهز جيشه للعودة إلى الحيرة وبينما كان عائدا في طريقه إلى الحيرة جاءته أخبار بأن قوات فارسية كبيرة في طريقها إلى الحيرة وكان القعقاع بن عمر هو الذي يقوم على إدارتها في فترة غياب خالد ويوم علم الفرس أن خالدا قد ترك الحيرة وتوجه إلى دومة الجندل في الجزيرة العربية استجابة لنداء الاستغاثة الذي طلبه الصحابي عياذ بن غنم فرح الفرس كثيرا وأخذوا يتنفسون الصعداء وبدأوا يجهزون الجيوش ويعدون الكتائم تحت قيادة بهمن بن جادوي لعلهم يعيدون جزءا مما فقدوا فأخذ بهمن يتفاوض مع القبائل العربية الموالية له فاستجابوا له ليثأروا لقادتهم الذين قتلوا بسيف خالد فتجمعت له جيوش واصطفت له قبائل وأخذ يقسم قطعاته إلى جيشين عملاقين فجعل على الجيش الأول روزبة وأمره أن يتوجه إلى الحصيد وجعل على الجيش الثاني زرمهر وأمره أن يتوجه إلى الخنافس وفي هذه الساعة وصل سيدنا خالد إلى عين التمور بعدما أنجز مهمته في دومة الجندل وأحضر معه عياذ بن غنم وعددا كبيرا من القوات التي كانت تقاتل معه فقرر ابن الوليد أن يقسم جيش المسلمين إلى ثلاثة ألوية وجعل في كل لواء خمسة آلاف جندي فاللواء الأول جعله تحت قيادة القعقاع بن عمر التميمي وأمره أن يتوجه إلى مدينة الحصيد واللواء الثاني جعله تحت قيادة أبي ليل السعدي وعمره أن يذهب إلى مدينة الخنافس واللواء الثالث هو لواء احتياطي جعله تحت قيادته هو ويكون مقره في الحيرة للدفاع عنها من أي اعتداء خارجي وطالب سيدنا خالد من القائدين أن يكون الهجوم على جيش الفرس في وقت واحد وفي ساعة واحدة من أجل القضاء على قوات بهما في وقت واحد وأمر سيدنا خالد أن يكون الهجوم على كل جيش بصورة منفردة وبمعزل عن الآخر ويجب أن يكون بالسرعة القصوى ضمن ستراتيجية المباغة والمفاجأة فقام القعقاع بن عمر وأخذ كتيبته وقعد جيشه وتوجه إلى الحصيد وأيضا انطلق أبو ليل السعدي وأخذ جيشه وقاد لواءه من عين التمر إلى الخنافس وقد تحرك الجيشان في طريقين منفصلين وجميع هذه المدن تقع على طول نهر الفرات غرب الأنبار حتى الحدود العراقية السورية وعندما اقترب القعقاع من الحصيد أخذ القائد الفارسي روزبة يستغيث بصاحبه زرمهار ويطلب منه العون والمدد ولكن زرمهار لم يستطع أن يلبي طلبه قبل أن يستأذن بهما القائد العام لقوات الفرس لكن زرمهار قرر أن يترك جيشه في الخنافس مؤقتا ويذهب بسرعة إلى الحصيد ليرى بعينه من الذي يجري هناك ثم يعود إلى مقر جيشه وعندما وصل زرمهار إلى الحصيد في العاشر من شعبان 12 هجرية 633 للميلاد تفاجأ بنشوب القتال واحتدام المعارك وصدم هذا القائد الضيف من قوة القعقاع ابن عمر ومن قدرته على إدارة القتال والمعارك وعندما بدأت تلك المعركة امطلق القعقاع يهاجم جيش الفرس بقوة عجيبة رغم أن لواء القعقاع أقل منهم في العدد والعدة فأظهر القعقاع في هذه المعركة قوة قاهرة وفروسية نادرة ورجولة قل نظيرها فقد استطاع أن يصول عليهم صولة خاطفة وغارة صاعقة وبسرعة نادرة فأخذ يشق الصفوف ويقتحم الألوف حتى وصل إلى قائدهم روزبة فانقض عليه كالأسد الجريح فطاح برأسه فكبر المسلمون الله أكبر فصدم جيش الفرس واندهشوا مما وقع أهكذا يقتل قائدهم بهذه السهولة وبهذه السرعة أهكذا خلال لحظات يقطع عنقه ويطير رأسه والمصيبة أمام أنظار جيشه وأمام أنظار زر مهر القائد الثاني لجيش الفرس هنا قام زر مهر وانتفض غاضبا مما رأى فتقدم نحو جيش المسلمين وهو يمشي في تكبر وتبختر وأراد أن يرفع من معنويات جيش صاحبه الذي قتل أمام عينيه فصاح قائلا من يبارزوني فقام إليه أحد المسلمين الأبطال فوقف أمامه وإذا بالقائد الفارس زر مهر يستهزئ بهذا البطل المسلم فصاح غاضبا يطلب أحدا غيره وأخذ ينأدي على القعقاع لينازله فانطلق إليه القعقاع كالأسد الجريح فأردأه قتيلا مرضخا في دمائه فلما رأى الفرس قائدهم الثاني قد قتل وقطع رأسه حل عليهم الخوف وانتابهم الفزع ودبت إليهم الفوضى وارثجفت قلوبهم وانهارت جموعهم وتفرقت صفوفهم فسأدهم الارتباك وعمهم الرعب والهلع فأخذوا ينسحبون إلى الخلف ويهربون إلى الوراء ثم أخذوا يتدافعون في الهزيمة والفرار وصار كل واحد منهم يهرب بجلده ويطلب النجأة لنفسه فولوها أربين حتى دخلوا إلى الخنافس تاركين وراءهم أعداد كبيرة من قتلاهم وجرحاهم وتعقبهم أبو ليل السعدي وهكذا تحقق نصر الله على يد أصحاب رسول الله فما أعظم هؤلاء الرجال وما أكرم هؤلاء الأبطال إذا شهدوا الوغى كانوا كماتاً يدكون المعاقل والحصونة وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة